السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمد مختار معلم اول لغة انجليزية اعزائي طلاب الصف الثالث الاعدادي اليوم عدنا ان شاء الله مع قصة بلاك بيوتي الفصل الثاني رحلات صعبة قبل ما نقرأ بيقول لنا ماذا تعتقد سيحدث لو حد او شخص دخن سجارة في داخل استبل اللي هو المكان اللي بيعيش فيه الخيول طبعا ممكن نقول يا شباب it would cause a fire يعني قد يسبب حريق it would cause a fire طيب هنبدأ مع بعض one morning ذات صباح i was put into a small carriage to take square jordan and jone on a long journey for the square's business يعني بلاك بيوتي بيحكينا بيكمل حكاية بيقول انا وضعت فيه عربة صغيرة علشان اخد square jordan ويجون المساعد الهيلبر فيه رحلة طويلة علشان الاعمال التجارية الخاصة بsquare i liked pulling this carriage because it was very light and easy to pull انا كنت بحب جر العربة دي لانها كانت خفيفة جدا وسهلة في السحب او الجر it was raining كانت تمطر when we left عندما غادرنا and it was also windy وكان ايضا الجو عاصف with many leaves blowing across the road بكثير من اوراق الشجر بتهب عبر الطريق on our journey we crossed a bridge في رحلتنا مررنا بكبري او جسر and i saw that the water of the river was really high وشفت ان المية بتاعة النهر كانت مرتفعة حقا او جدا many of the fields that we passed were flooded كثير من الحقول اللي مررنا بها كانت تفيض and sometimes i had to pull the carriage throw water on the road واحيانا كان كنت مضطر اني اجر العربة من خلال الماء اللي على الطريق طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة اللي موجودة عندنا دي بيجر سيكستي بقى بنقول when we got to the town لما وصلنا للمدينة i had a good rest يعني استريحت كويس while square gordon did his work يعني بينما square gordon كان بيقوم بعمله he started to go home late in the afternoon we started طبعا بدأنا نرجع البيت متأخرا بعد الظهر and now there was a real storm ودلوقتي بقى في عاصفة حقيقية i heard the strong wind blowing through the big trees that we paused سمعت الرياح القوية بتهب من خلال الأشجار الكبيرة that we paused اللي مررنا بيها i will be happy when we are out of the road said square gordon انا هكون سعيد عندما نخرج من هذه الغابة and as soon as he said this ومجرد ان قال هذه الجملة a big tree suddenly fell across the road in front of us في شجرة كبيرة ضخمة وقعت فجأة سقطت فجأة كده عبر الطريق من أمامنا with a loud crash بصوت ارتطام كبير أو عالي that was closed said june لقد كان قريبا يعني ربنا نجاه من سقوط هذه الشجرة that was closed said june what can we do ماذا يمكن أن نفعل asked square gordon we can't go forward لا نستطيع أن نتقدم للأمام said june i think that we will have to go back home a different way اعتقد يجب ان احنا نرجع البيت من طريق مختلف so we went back along a different road لذلك احنا رجعنا لطريق مختلف it was longer كان أطول and when we got to the bridge ولما وصلنا للكبري فاكرين اللي هما عدوا عليه في الأول it was dark كان الجو مظلما حل الظلام بقى we started crossing the bridge بدأنا نعبر الكبري أو الجسر but i felt that something was wrong so i stopped لكن انا شعرت ان في حاجة مش مصبوطة شيء خطأ لذلك توقفت دوت black beauty طبعا اللي بيحكي لنا القصة طيب زي ما احنا شايفين كده بيت 61 come on beauty said square gordon يلا يا beauty بيحاول يحمسه عشان يعدي who tried to make me cross the bridge اللي حاول يجعلني أعبر الكبري there is something wrong said john john قال له في حاجة مش مصبوطة what's the matter beauty ما الأمر يا beauty i knew that the bridge wasn't safe انا كنت عارف ان الكبري ليس آمنا but i couldn't tell him لكن لا استطيع لم استطع ان اخبره طبعا ده animal حيوان اكيد مش هيعرف يتكلم يعني then we hear the man shout from the other side of the bridge ثم سمعنا الرجل بيصيح من الجانب الآخر من الجسر stop he called رح جاي من هذي كده توقفوا the bridge is broken in the middle الجسر مكسور من المنتصف من الوسط if you continue لو استمرتوا you will fall into the river ستسقطون في النهر i see john replied هنا john قال انا فهمت thank you sir شكرا يا سيدي and thank you beauty called square gordon وهنا طبعا كان square gordon كان ممتن لبيوتي شكره قال له شكرا لك you saved us انت انقذتنا يبقى هنا بيوتي انقذهم فعلا لأنهم كانوا هايسقطوا في النهر we had to take another road home كان يجب ان احنا ناخد طريق اخر للبيت لتاني مرة بقى but the wind was less strong لكن الريح كانت اقل قوة at last we saw the gates of birtwig park في النهاية رأينا بوابات birtwig park منتزه birtwig i was very pleased to be home كنت مسرور اني بقيت في البيت and enjoyed my evening food ومستمتع به طعامي المسائي because i was very tired لاني كنت متعب جدا طيب ده طبعا الراجل اللي كان موجود على البريتج وحذرهم page 62 عندنا طبعا هنا شايفين برضو الشكل ده هنعرف دلوقتي حالا a few weeks later يعني اسابيع قليلة فيما بعد square gordon and his wife decided to visit some friends square gordon وزوجته mrs gordon كانت قرروا انهم يزوروا بعض الاصدقاء who lived about 60 kilometers from my home اللي كانوا عيشين على بعد 60 كيلو متر من بيتي they drove ginger and me قادوا ginger with black beauty about 35 كيلو متر حوالي 35 كيلو متر on the first day في اليوم الاول we stopped often before we reached the town توقفنا غالبا قبل ان نصل للمدينة where we would stay stay for the night in at an inn حيث ان احنا ايه سنقيم الليلة دي سنمكس الليلة دي في فندق صغير ginger and I were fed and pushed ginger and black beauty اطعموا ونظفوا we were ready to go to sleep وكانوا جاهزين علشان شباب يبقوا يذهبوا للنوم when another horse arrived عندما وصل حصان اخر his young rider الراكب بتاعه او الفارس بتاعه الشاب smoked the cigarette دخن سجارة while his horse was brushed بينما كان الحصان بتاعه بينظف i don't know how long i slept انا مش عارف قد اين امت the beauty بيقول لنا طبعا or what time it was when i wake up when i woke up ولا كانت الساعة كام لما استيقظت i felt uncomfortable although i did not know why شعرت اني مش مرتاح لست مستريحا uncomfortable بالرغم اني مش عارف ليه i heard ginger coughing and i saw that the air was filled with smoke سمعت ginger بتكح coughing وشفت الهوى مليء بالدخان then i knew that there was a fire ثم عرفت ان كان في حريق a man appeared with a lantern ظهر رجل بفانوس and tried to take the horses outside وحاول ياخد الخيول لبرة يخرجهم we could see that he was worried استطعنا ان ارى انه قلق and this frightened us even more وده خوفنا اكتر none of us ولا واحد مننا wanted to leave اراد ان يغادر although we knew we were in danger بالرغم ان احنا عرفنا ان احنا في خطر what would happen to us ماذا سيحدث لنا we did not want to go anywhere لا نريد ان نذهب في اي مكان then june arrived ثم وصل june طيب هنا طبعا الفير واضح هنا في الستابل عندنا come on my beautiful horses يعني يلا يا خيولي الجميلة wake up please استيقظوا من فضلكم it's time to go حان وقت الذهاب he spoke softly تحدث برقة and was so gentle وكان رقيق او محترم جدا with me معي that i stopped feeling frightened مما جعلني اتوقف عن الخوف i slowly followed him out of the building وببطء تبعته خارج المبنى and away from the fire ومبتعدا عن الحريق when i saw that i was safe عندما رأيت اني كنت في امان i called out for the other horses to leave ندهت على باقي الخيول لكي تغادر ginger later told me that i had saved here وجينجر قالت لي فيما بعد اخبرتني اني انقصتها by now the fire was bigger الحريق بها اكبر and just as jone let ginger away from the fire وبمجرد ان jone قاد جينجر بعيدا عن الحريق the building collapsed انهار المبنى finally في النهاية some firefighters arrived to try to put out the fire وصل بعض رجال الاطفاء لكي يحاولوا ان يخمدوا الحريق after many hours بعد كثير من الساعات the fire was no more مبقاش في حريق when we arrived at the house of square jordan's friends لما وصلنا لمنزل اصدقاء square jordan's the next evening في المساء التالي everyone was talking to jone الكميع كان يتحدث مع jone ده البطل ده الهيرو الانقذ الهورسز it's one of the hardest things in the world to move horses when there is a fire واحدة من اصعب الاشياء في العالم انك تنقل الخيول عندما يكون هناك حريق said square jordan's friend الكلام ده قاله صديق square jordan what you did to help them was amazing ماذا ما فعلته لكي تساعدهم كان مذهلا دي كان نهاية شابتر 2 اشكركم شكرا جزيلا وانتظروا معانا ان شاء الله التطبيقات بأو الحلول بتاعة شابتر 2 بازن الله ترجمة نانسي قنقر